نجحت قوات حرص الحدود في إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الاتباهي الاستراتيجي الجنوبي قامت قوات حرص الحدود بالمطاردة والقبض على اثنين من المهربين المصريين بشمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر حيث عثرت بحوزتهما على 2595 كيلو جراما من مادة الحشيش و354 لفافة لنبات الهيدرو تزن 345 كيلو جراما و144 لفافة لمادة الأفيون و12 لفافة بانجو كما تم ضبط عربتين ربع نقل وأربع بنادق من بينهما إثنتان أليتان وعدد من الذخائر ومبلغ ملي وقد تم عرض الواقع على الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها